في مبادرة سلمية جديدة للمجتمع المدني ومن باب التعاطف مع الشعب الفلسطيني يتجه أسطول الحرية الثالث من اليونان إلى ميناء غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من ثماني سنوات ويقول النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد غطاس اليمين الإسرائيلي بكل قوته مندفع ضدنا هذا يشير إلى أن الأسطول مجرد أنه بدأ بالتحرك وضع قضية غزة والحصار والوضع اللا إنساني الذي يعيشه الفلسطينيين في غزة على رأس جدول الأعمال في إسرائيل وأملي أن يصبح هذا أيضا الوضع في أوروبا وفي العالم كله ولضمان سلسة المبادرة قرر المنظمون إجراء دورات تدريبية للمشاركين بهدف التمكن من المقاومة السلمية تحسبا لأي اعتراض من الجيش الإسرائيلي ويقول قبطان سفينة سويدي من المهم جدا أن نلجأ إلى المقاومة السلمية ولن نترك لهم مبررا لاستعمال العنف ضدنا وإذا لجأوا إلى العنف ضدنا بهدف إيقافنا في المياه الدولية فهم من سيخالف القانون وليس نحن لم يكشف المنظمون عن موعد انطلاق أسطول الحرية الثالث وعن مكانه فهم يخشون من أن تمارس إسرائيل ضغوطا على الحكومات الأوروبية لمنع التوجه نحو غزة فإسرائيل ترى أن الأسطولة إنما يهدف إلى إعلان حرب ضدها وتلطيخ صورتها بينما يقول المنظمون إنهم يطمحون إلى إنهاء الحصار عن غزة سلميا لتشجيع التجارة ومساعدة الشعب الفلسطيني أيساب قانون من إحدى الجسر اليونانية يورو نيوز